السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم مراد من قناة التميز واليوم إن شاء الله رجعنا لكم مع واحد من التطبيقات الرهيبة اللي رح تخليك تقدر تعمل فيديوهات بطريقة جديدة وفنية وفي البداية إحنا رح نشرح طريقة استخدام هذا التطبيق على واحد من الفيديوهات وفي آخر الفيديو رح فرجيك مجموعة من الأمثلة الرهيبة اللي ممكن تعملها باستخدام التطبيق طيب في البداية رح نروح ونحمل تطبيق اللوبسي ورح تدفلكم رابط هذا التطبيق في وصف الفيديو والشغل الثاني والأهم إنه لازم تثبت عندك الموبايل أثناء عملية التصوير يعني ممكن تستخدم استاند أو أي وسيلة ممكن أنت تستخدمها لكن المهم إنه الموبايل ما يتحرك معك نهائيا أثناء عملية التصوير طيب بعد ما حملت التطبيق وشغلته بتروح مباشرة علشان تصور الفيديو اللي أنت بدك يا إحنا عنا قدامنا مثال زي ما إحنا شايفين له سيارات موجودة على الطريق طيب بعد هك مباشرة رح نروح نضغط على خيار التصوير اللي موجود عندنا على اليسار ومنستنى شوي حتى ينتهي من عملية التصوير وبعدها رح تجينا هذه الشاشة طبعا هذه الشاشة يعني بتطويل شوي يعني ممكن تقعد 15 ثانية 20 ثانية حسب جودة الفيديو ودقة الفيديو اللي أنت صورته بعدها بنضغط على complete ورح يرجعنا التطبيق على الفيديو اللي إحنا صورنا زي ما تشايفين دي على اليسار تحت خيارين الخيار اللي على اليمين اللي هو خيار الفريز خيار التجميد والخيار اللي جنبه مباشرة اللي هو عبارة عن خيار الانيمياشن اللي هو تحريك الفيديو خلينا نختار الانيمياشن ونروح مباشرة على الفيديو نضغط عليه ضغطة وحدة رح يصير باللون الأحمر وهالجزء اللي بدك يتحرك في الفيديو بتمسح منه اللون الأحمر زي ما احنا شايفين مسحنا المسرب الموجود بالوسط طبع السيارات زي ما تشايف رح تصير عندنا الفيديو بالكامل عبارة عن صورة ثابتة والمسرب الوحيد اللي بتحرك في الصورة اللي هو المسرب الوسط الخاص في الطريق وإذا اخترت هذا الخيار رح تخلي الفيديو يمشي لقدام ويرجع لورة بنفس اللحظة زي ما احنا شايفين بعطيك نمط حلو في الفيديو طبعا خيار التجميد بإمكانك تستخدمه وترجع كل الصورة ثابتة بترجعها باللون الأحمر وبإمكانك بعدين ترجع تأخذ خيار الأنيميشن وتحرك أجزاء ثاني مثلا المسرب الثاني أو المسرب الثالث تخليهم كلهم يتحركوا باستثناء مثلا المسرب اللي موجود بالوسط وبعدهم تضغط على هذا السام علشان تحفظ الفيديو أو تعمل إليه مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي وهذه بعض الأمثل اللي احنا عملناها باستخدام هذا التطبيق الصور ثابتة وأجزاء منها بتتحرك بصراحة تطبيقه كثير كثير حلو وبنصح لكل إنه يجربوا هذا كان الفيديو كان الفيديو تابعنا لليوم في أمان الله